بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله مضيء كل دجنة لمن استضاء بهدى الكتاب والسنة ومنيل السعادة الأبدية لمن عض بالنواقذ على العقائد الدينية والصلاة والسلام على أسرف المرسلين المبين لنا جميع أصول الدين المنبئ أن لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل القاهلين جعلنا الله منهم ويرحم الله عبدا قال آمين آمين وبعد فإن علم أصول الدين علم أنزل الله به كتابه المبين وبينه صلى الله عليه وسلم بالسنة أكملة بيين ففيهما كفاية لمن آتاه الله نور اليقين وهذا ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين فهذه صورة الإخلاص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله كفار قريش في مكة وقالوا له انصب لنا ربك أو لما سأله اليهود في المدينة فقالوا له مهل ذلك فأنزل الله قوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف عن أحد فأشار تعالى بقوله قل هو الله أحد إلى اتصافه بالوحدانية ونفي الشريك عنه في ذاته وصفاته وأفعال وأشار بقوله تعالى هو الصمد إلى أنه هو الغنج بالإطلاق الناس كلهم فقراء إليه هو اللي يصمد في الحوائش يا أيها الناس وأنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغنج الحميد لم يلد أشار بهذا إلى الرد على النصارى القائلين بأن عيسى بن الله والرد على اليهود القائلين بأن عزير بن الله فرد عليهم جل وعلا بقوله لم يلد ولم يولد رد بهذا على كفار قريش الذين سألوه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السبب لنا ربك فالله تعالى قديم باق لم يلد لأن كونه مولود يلزمونه كونه حادثة جل وعلا عن ذلك ولم يكن له كفؤن أحد هذا فيه إشارة إلى نفي المماثلة للخلق كما قال جل وعلا ليس كمهله شيء وهو السميع البصير إذا تنفي المثيل والشبيه والنظير ولذلك كانت هذه الصورة تعدل ثلثة القرآن لأن القرآن إما توحيد أو أحكام أو قصص وهي مجتملة على توحيد الله تعالى فهذا مثال من الأمثلة القرآنية وأما السنة النبوية فيكفينا فيها ما أشار إليه حديث عمر رضي الله عنه في وصف الإيمان والإسلام والإحسان الذي وصف ما أتى به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ديننا فسأله عن الإيمان ففسره صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشبه فقوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله فيه إشارة إلى وجوب التصديق باتصاف الله بالصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص فنؤمن بجلال الله وعظمته إجمالا وتفصيلا فما أتنا فيه التفصيل نؤمن به تفصيلا وما أتنا مجملا نؤمن به إجمالا أن تؤمن بالله وملائكته نؤمن بأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكتبه نؤمن بأن هذه الكتب المنزلة على الرسل هي من كلام الله تعالى ورسله نؤمن بأن هذه الرسل مصدقون في جميع أخبارهم مبلغون لكل ما أمروا بتبليغه فلم يكتبوا شيئا مما وجب عليهم تبليغه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واليوم الآخر فيه إشارة إلى الإيمان بالسمعيات المتعلقات بيوم القيامة وهو ما يتعلق بالحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار إلى غير ذلك تؤمن بالقدر خيره والشر فيه إشارة إلى وجوب اعتقادي أن النافع في الحقيقة والضارة في الحقيقة هو الله فلو اجتمعات خلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف ولذلك كان هذا الحديث الشريف يسمى عند العلماء بأم السنة كما تسمى الفاتحة بأم الكتاب فبان لنا أنه يكفينا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ما كان عليه الصحابة والتابعون من السرف الصالح حتى حدثت بدعة المعتزلة وكان واصل بن عطاء المعتزلي يحضر مجلس الحسن البصري فلما تكلم في خلق القرآن أو ما أشبه ذلك من البدع طرده عن مجلسه فاعتزل هو وجماعته عن مجلس الحسن البصري فسموه حينئذ بالمعتزلة ولم يزل مرهب المعتزلة يمتد ويزداد إلى أن قيض الله تعالى أبا الحسن الأشعري وأبا منصور ما تريد لنصر السنة والرد على أهل البدع وسبب ذلك هو أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه كان مع شيخه أبي علي الجباء وكان زوج أمه وقرأ عليه مذهب أهل الاعتزال أربعين السنة فلما تمكن منه هذا المذهب فذات مرة في رمضان في العسل الأوائل من رمضان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بترك مذهب أهل الاعتزال ونصر مذهب أهل السنة فلما استيقظ قال لا أترك هذا المذهب الذي نصرته أربعين سنة لمجرد رؤياء ثم لما كان في أواسط رمضان في العسل الوسطى رأى مثل ذلك وأجاب نفسه بما تقدم فلما كان في العسل الأواخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره مثل ذلك وقال له إنه لن يعود إليه فالشرح صدره حينئذ وأخذ يذب عن مذهب أهل السنة ويرد مذهب أهل المعتزلة ومن أول ما وهر من ذلك وبين به أن الله تعالى هو المتصرف وأن العقل لا إن شاء له ولا مستند في الأحكام الشرعية ولا في أي شيء وإنما هو معضد للشرع فقط فمن المعلوم أن مثب المعتزلة هو القول بوجوب الصلاح والأصلح وبالتحسين والتقبيح فسأل أبو الحسن لأشعال الشيخه أبا علي الجباي عن ثلاث إخوة مات أحدهم صغيرا قبل البلوغ وبلغ أحدهم ومات مؤمنا وبلغ أحدهم ومات كافرا فما حالهم قال له إن الصغير في الجنة وإن البالغ المؤمن في أعلى درجات الجنة وإن البالغ الكافر في النار فقال له أبو الحسن لأشعري ولماذا لا يقول الصغير أنه قصر به عن درجة أخيه المؤمن فكانت مصلحته أن يبلغ ويؤمن فقال له الجباي يقول له الله تعالى علمت أنك إذا بلغت كفرت وكنت من أهل النار فقال له أبو الحسن لأشعري إذن يقوم الكبير وكل كافر ويقول إذن كان من مصلحتنا أن تميتنا صغارا ولا نبلغ ثم نكون من أهل النار فقال له الجباي أبك جنون فقال لا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة فهذه أول مناظرة من مناظرات التي ضحض بها هذا المذهب وبيّن أن الله تعالى هو المصر في ملكه فيعاقب العاصي والكافر بعدله ويجاز الطائع المؤمن بفضله وهكذا لم يزل أبو الحسن لأشعري ينصر هذا المذهب واتبعه على ذلك القاضي الباقلاني ثم بعد ذلك إمام الحرمي ثم بعد ذلك الغزالي وهكذا ثم الفخر الرازي ولم يزل أهل السنة يتكاثرون ويتأيّد مذهبه ويضمح المذهب المعتزلة وإله الحمد ثم دوّنت بعد ذلك الكتب وطبعا دوّن أبو الحسن لأشعري ودوّن القاضي الباقلاني ودوّن إمام الحرمي لما احتج لذلك لأنه كفرت العلوم واضطر الناس إلى التدوين فحينئذ لم تزل تظهر المؤلفات قرنا بعد قرن حتى ظهرت المؤلفات السنوسية في القرن التاسع وطبعا المؤلفات السنوسية ظهرت في قرن ظهرت فيه مؤلفات في علم التوحيد أخرى فقد ألف أحمد بن عبد الله الجزائري لاميته المشورة وألف محمد بن عبد الرحمن الحوض من الله موته المشورة وألف أحمد بن زكري كتابه محصل المقاصد وشرح السنوسي غالب هذه الكتب فشرح الجزائرية وشرح الحوضية لكنه لم يشرح محصل المقاصد واعتار بأنه لا يمكن لغير النظم الشرح وألف هو مؤلفاته الشهيرة التي سيطرت على الكتب المؤلفة في هذا الفن فألف الكبرى والصغرى والصغرى الصغرى والوسطى والمقدمات وغلى ذلك من التعاليف فلما انتشرت المؤلفات السنوسية وانتفع بها الناس شرقا وغربا وأقبل الناس عليها بالشرح والتدريس فلما كان في قرن الحادي عشر وهرت هذه المنومة المقرية المسمات بإضاءة الدجنة فسيطرت هي كذلك على المؤلفات السنوسية لما ابتازت به من سهولة النظم وبراعة الأسلوب فإنها كانت سلسة النظم لحما بلا عظم وكانت كلها فوائد وكانت لذية الموائد كما وصفها الشراح بذلك فهي منظومة تجتمل على خمسين بيتا على خمسمائة بيت طبعا على خمسمائة بيت فهي نصف ألفية وهي مستملة على جل ما في المؤلفات السنوسية ورزقها الله تعالى قبولا عظيما فإنها رواها الناس عن مؤلفها حتى إنه أخذت عنه آلاف النسخ منها وأجازه فيها بعض معاصريه وأقرأها في مكة ومصر والشام فقال في منظومة له يجيز بها بعض معاصريه قال وإن في علم أصول الدين هدى وخيرا جل عن تبيني لأنه الأصل وعما النفع به وكل ما سواه فرع فكيف يعبد الإله ملا يعرفه عن رشاد ضل وإنني كنت نظمت فيه لطالب عقيدة تكفيه سميتها إضاءة الدجنة وقد رجوت أن تكون جنة وبعد أن أقرأتها بمصر ومكة لبعض أهل العصر درستها لما دخلت الشام بجامع في الحسن لا يسامى يعني الجامع الأموي بدمشق ولم تزل تروا عنه ويجيز فيها ويأخذها عنه تلامذته ويأخذها عن هؤلاء تلامذتهم وأقبل الناس عليها بعد ذلك بالشرح فأول من شرحها هما يظهر والعلامة محمد بن مختار بن لعمش العلوي الشنقيطي ثم بعد ذلك عبد الغني النابرسي ثم بعد ذلك عليش ثم بعد ذلك من موريتانيا عبد القادر بن محمد لمحمد سالم المجلسي فنفع الله تعالى بها وعليها أيضا طرى نفع الله تعالى بها الطلاب للعلامة محمد يحي بن أبوه اليعقوبي وهي تكون عادة عند الطلبة لأن ما فيها هو جل ما في الدرس نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وينفعنا بمضمونها ونموت نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهكذا من الله تعالى علينا بالتقديم لهذه المنومة وأهمية هذا الفن وأهميتها لنعرف وجه اختجارنا لها فينافعة ومختصرة ونتابع درسها درسا بعد درس حتى يملنا الله علينا بإكمالها ونسأله أن يتقبل منا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحاب المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر